استخدام الليزر في علاج الأسنان مصطلح جديد تردد كثيراً في الأولى الأخيرة بدأنا نسمع ناس كتير بتتكلم عنه وعن فوائده وبيقولوا أنه أحدث طفرة كبيرة في علاج مشاكل الأسنان خصوصاً اللي كانت بتتم بطرق تقليدية فكانت عادةً بتسيب أثار سلبية وبالمناسبة مش الناس بس اللي بيقولوا ده كمان الأطباء بيأكدوا أن الليزر أصبح أداة قوية وفعالة في معالجة أمراض الأسنان والقضاء على الأثار السلبية بنسبة كبيرة جداً خلونا نفهم أكتر عن تقنيات استخدام الليزر في طب الأسنان من ضفنا النهاردة الدكتور الشريف فريد طبيب وجراح الفم والأسنان أهلا بك يا دكتور الشريف الحمد لله تمام منورنا بنورك والله إحنا نتكلم النهاردة على الليزر الليزر بقى إحنا يعني بقينا نسمع عنه في كل التخاصصات الطب بالضبط وكمان الأسنان بالضبط خلينا ندي فكرة الأول الليزر ده عبارة عن إيه الليزر هو يعني هي أكيد كلنا سمعنا عن الليزر أبل كده يا ممكن نكون نشوفناه في أفلام ممكن نسمعنا عنه عن الليزر اللي هو ما بنعلج النظر النظر فهو حاجة موجودة من قبل زمان مش حاجة جديدة يعني بس في الأسنان عمتاً أو في علاج الأسنان أو طب الأسنان ابتدى يستخدم أكتر وأكتر ليه إيجابياته من ناحية أنه هو يوفر لنا وقت ويساعدني أنا شخصياً كتير من ناحية أنه أنا أما باجي بس تعمله ممكن ساعات كتير ما بنحتاجش بنج أو كإبرة فممكن نحط بس طبقة من البنج لزي الجل فنرايح العيان برضو عشان فيه عينين بيكونوا خايفين من الإبرة فده بيساعدني كتير غير كده إن الدم ما بينزل ما بيبقاش كتير فمش محتاج أعمل سأشفط كتير أو عود أنشف عشان أنا شخصياً أشوف فده بيوفر لي وقت كتير ومن ناحية هو آمن جداً هو آمن جداً يعني ما فيش رعب هو طبعاً في ناس ساعات ممكن مرعوبة من الأفلام اللي ممكن تشوفه من الأفلام يقول لك زودنا جرعة الليزر شوية في حرقة معرفة شديد حرقة وعدت من رأسي لا لا ما فيش آمن الحاجات دي حضرتك هي بتبقى أكتر إنها بتبقى حاجة سريعة جداً وبحرارة عالية جداً فهي شغلها أصلاً مريح من ناحية إيه زي ما أنت حاك إنه ما فيش دم كتير عشان هو بيروح قافل على طول الأوعية اللي تفتحت وإحنا بنقطع في وقتها على طول فحتى العيان مش هيحس بالألم اللي هو زي مثلاً أما بنشتغل بمشرت لازم ندي بنج وبيبقى فيه آه طبعاً وبرده في عينين غزباً عنه الآن بيقى فيه قلق كده آه ماشي كل حاجة هتتعامل الصح وكل حاجة بس حكاية إنه هو مفيش حاجة حدة ودخل بقه بيرايح العين كتير بس طبعاً لازم ناخد بالنا عشان هو حرارته عالية جداً والنور اللي بيطلع منه اللي هو اللي يزن نفسه بيبقى قوي جداً 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 ويستحسن طبعاً على العيادة نفسها إنه يكون معرفين اللي برا إنه نحن نستخدم اللي يزر وقتها عشان ما حدش يدخل بالصدفة عشان هو لو بص بالعين المجردة ممكن يتأذي بتأذي جداً آه فدي ممكن نقول الحاجة الوحيدة اللي لازم نخلي بالنا قوي منها في اللي يزر بس اللي يزر كآمن مدام أخدنا احتياطات دي آمن جداً آمن جداً بعد رأيك ذكرت إيجابيات كتير في إيجابيات كتير حضرتك زي مولتحك نية توفير وقت بيرايحني أنا شخصياً من ناحية زي مولتحكنا أنا بشوف أحسن بكتير مش مضطر كل شوية أقف وأشفط الدم لكن بالنسبة للعيان هو طبعاً بيرايحه لأنه ما فيش دم هينزل منه كتير طبعاً يوفر وقته بالضبط وفي نفس الوقت هو مش هيخاف بقى من السكينة والمشرة بالضبط مش هيخاف من القشرة مش هيعيش في فيلم رعب طبعاً يا دكتور إحنا استخداماته بقى ممكن تكون بتعالج إيه في طب الأسنان؟ بتعالج إيه؟ أو في أمراض الأسنان؟ حالياً يعني معظم الحاجات المنستخدم فيها الليزر تبقى ليها دعوة باللسم نعالج السنان نفسها لسه في أبحاث كتيرة بتتعامل بصراحة على الموضوع ده بس الأفضل واللي أثبت أكتر كتير دلوقتي في اللسم فزي ما يقول الحقيقي إن إحنا ممكن نشيل حاجات كتير قوي بنعملها بالمشرة زي مثلاً حاجة اسمها فك اللجام ده ممكن أما اللسان نفسه بيكون ممسوك في قاع الفم ففي حروف كتير وغصب على الواحد مش هيقدر يقولها فأما نريح الحتة دي بنروح فكين بالليزر فو ولا حاجة وقت قصير جداً يعني بس بناخد حركة واحدة فتحناها عن بعض دي زي الصورة دي كده يا دكتور الحتة اللي تحت هي اللي مسكة اللي سين حضرتك تقصد التشو أو الحتة اللي مسكة اللي سينية ما بتخلوش يقدر يخرج الحروف بسهولة بالضبط 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 فغصبنا عنه الكلام عمتاً بيطلع ممكن مش مفهوم أو بيخلي حالته النفسية انه هو مش عارف يتكلم كويس فده بيبقى اختيار أحسن بكتير هنا برضو زي حضرتك ما شايف نفس الحاجة بس ده في سن أصغر شوية يعني حاجة هتلاقي اللي جام ممسوك في طرف اللسان ففيه حروف أكتر بكتير مش هنقدر نولا إنما في الصورة اللي فوق حضرتك ده عند الشفة اللي فوق فده معها الابتسامة بتبقى قوية جداً فسعاد بتعمل برضو فرق ما بين السنان فدي ممكن حاجة بنعملها بدري عشان نريح الحتة دي فما تشدش على السنان ودينا كده وفرنا حاجات ممكن نحتاجنا عليكها قدام اللي هي زي الفرق ما بين السنان دي حاجة مهمة جداً لأن طبعاً الضحكة بتاعت الإنسان زائد مخارج الكلام يعني أعتقد أن دي حاجة يعني قديماً بقى كنا بنشتغل بقى بالمشرت ووشفط الدم مش كده؟ يبقى منظر مرعب شوية يبقى منظر مرعب شوية طيب وإيه تاني يا دكتور؟ في عندنا حضرتك ممكن مثلاً لو في زي درس العقل مثلاً مدفون شوية عايزين نوصله ممكن نستخدم الليزر يوصلنا للسنة دي زي ما قلت حاجة أسهل من المشرت وغير طبعاً الليزر إن هو بيشفي أسرع بكتير من الترك التقليدية يعني فلاسة نفسها هتتشفي بسرعة فمش هنحتاج بقى نقعد دايماً نقعد نقعد نخيط ونستنى ونقعد نبص كل شوية لأ عشيحنا أفلنا قلص كل أوعية واللسة نفسها بتلم بطريقة سائعة غير كده مثلاً ممكن لو عايزين نعمل تقويم في سنة زي ما قلت حاجة مدفونة فوق أو تحت عايزين نوصل لها فبنشيل الليزر الليزر حواليها وبنسهل بكتير على دكتور التقويم إن هو عرف يوصل للسنة ومش مضطر يستنى من الليزر هنا تريحتيني شوية ونشيل خياطة وكده يعني التقويم نفسه من ضمن إجراءاته قبل ما بيتعمل إن هو بيبقى فيه تصبيطة معينة في اللسة بالضبط فيعني لو احتاج فهنا ممكن نستعيد عن الطرق القديمة بالليزر بالضبط فهيكون أسرع وأأمل بالضبط طب دكتور يعني ده نقدر نقول إن هو استخدام الليزر ده كمان بيقللنا استخدام الأدوية؟ هو هيقللنا مثلاً زي ما نقول دوى مثلاً إن إحنا خايفين إن مثلاً ممكن يدخل فيه بكتيريا يعل المضاد حيوي مثلاً؟ بالضبط عشان الليزر كمان بيعمل نعم التطهير من كتر الحرارة فمثلاً لو نستخدم الليزر إحنا كده قضينا على أي بكتيريا موجودة في الحتة وبرضو ممكن نستخدمه حضرتك أما نستخدم إمبلنت أما نزرع السنين ممكن نستخدم الليزر نطهر به الإمبلنت نفسها والحطة اللي حواليها وبرضو ساعات ما بنحط الإمبلنت حضرتك بيبقى اللاسة ساعات زي ما نقول بتدفنوا شوية فعايزين نوصل للإمبلنتان فممكن بس ندخل حواليه الليزر في وقت قصير جداً نحفر بس حواليه هذه وفرنا ولا دم ولا بكتيريا ولا حتاجنا بنج ولا أي حاجة من كده لو كمان المريض متهالي الألم بيبقى عال كتير ودي حاجة تهم المريض جداً يعني لو استخدمنا المشرت وبتدينا نكوي ونعالج الأثار بتاعة الجراحة لأن هذه جراحة بالضبط فطبعاً إحنا أكيد المريض هيفضل ماشي على أدوية مضادة للألم بالضبط وساعات الإلتهاب وساعات بيتطر يكمل مسكنات شوية عشان معها واللسة بتشفى نفسها يبقى في نوع من عدم الارتياح فهيوفر لنا كل الحاجات دي وإزاي ما بقول الله حقيقي إن هي سرعة في العمل بالنسبة لنا فممكن مثلاً إن إحنا نعمل حاجة حاجتين في نفس اليوم بدلاً ما كل شوية بنروح وبنرجع بعد أن نستنى اللسة تنزل تريحتين طبعاً عدرك بقى إيه؟ يعني دي حاجة مهمة برضو لأن الناس دايماً واخدى فكرة عن أطباء الأسنان إن أنا بدام روحت العيادة هو أنا مش رايحكش فروح طبعاً لأن بدام دخلت بصح هيبقى كل أسبوع بروح بصح لمدة شهر شهرين فالناس بتبقى يعني تقيل عليها الموضوع طبعاً كله لما خلص لها الموضوع كله في وقت قليل ده هيشجع الناس إن هي تعالج أسنانها مش كله بيبقى عنده وقت كتير إن هو يقدر يجي فإحنا كده بنوفر له وقت كتير في ناس وراها أشغال أطفالها أحلاها فإحنا بنوفر وقت فده بيرايح العين كتير إن هو طب كويس أنا ممكن أجي في اليوم اللي أنا فضي فيه أعمل واحد اثنين ثلاثة الحمد لله خلصت ما كانش فيه قلم كتير ما كانش فيه فيلم الروع بتاع المشرت ونخيط وبيبقى خايف من الخياطة وممكن تتفك الخياطة أو لا فإحنا وفرنا كمية حاجات بتريح العين طيب الصورة دي بقى دكتور بتبين لنا مشكلة كبيرة في اللاسة يعني أنا ما بفهمش قوي في الأثنان لكن بس دي واضحة اللاسة زي ما حيك شايف زي ما تقول كبرت أكتر من لازم وقعدة بتكتر فابتدت تغطي معظم السن هتلاقي حضرتك فيه سنين بتغطيه أكتر من التانية فهي بتدي شكل طبعا مش جمالي فما بيبتسم حدا هيشوفه العين نفسه هيحس ان هو مش مبسوط يعني فيه فيه حاجة غلط مدايقات وممكن يحس انه مش عايز يبتسم فدي علاجها بسيطة بالليزر ان احنا بنعمل حاجة اسمها بليدين بوينتس دي بس زي ما تقول بدينا احنا هنتحرك فيه يعني احنا عملنا بس زي ما تقول علامات ماشي انا هامشي بالليزر هنا وهنا يعني علامات دي بالليزر ممكن يعني لا هي موغز وقت بتوبابل بروب فبس يعني نخرم خلو ما بس صغيرة جيتة عشان نعلم احنا نشتغل فيه بالزبط فاحنا هنا دي بتدينا من ناحية دي زي ما حيك شايف من ناحية الشمال من ناحية الشمال بس كده السنة ظهرت تماما يعني كل الجزء ده كان متغطي باللسة باللسة وحاجة هتلاقي انها قطعة جميلة نظيفة جدا تحس انها متناسبة مع الباقي وبعدين ان ابتدي طبعا على اللي بعدها احنا وصحيك اخدنا اهو ناحية التانية هكشوف كمية السنان اللي كانت مختافية المين اللي كانت مختافية وضا حيك بعدها بس بعد ما بنمشي بس على الشكل النهي يعني بس كان في ممكن شوية زيادات بس شلناها بس بس با بس ده غير شكل الاسنان وبالتالي هيغير شكل الفم تماما تماما وكمان اعتقد ان الحاجات دي يعني وجود اللسة مغطية على السنين ممكن يبقى ليها مشاكل انها بتخزن طبعا لو فيه اي جير اكل كل حاجات دي ممكن زي ما نقول تستخبأ تحت اللسة وده هي قدي لمشاكل تانية كتير قدام تسويس ممكن نحتاج نعالج العصب قدام فاحنا كده رجعنا الابتسامة بتاعت العيان فهو نفسيا احسن عالجنا حاجات قبل ما تحصل فده زي ما يقول الحيك وفر لنا وقت وفلوس وراحة كتير للعيان طبعا دكتور يعني واضح انه هو لتطبيقات مهمة جدا وبتبسط حياتنا يعني بتبسط على المريض حياته بصبت هل ممكن يكون فيه سلبيات ليه او يعني حاجة تقلق الدكتور او المريض هو طبعا يعني السلبيات ممكن نقول ان هو بيحتاج شوية خبرة طبعا عشان هو لا دي مستلبيات لا لا ازمي هتعرف تشتغل بيه بزبط بزبط يعني ناص بقول يعني طبعا سلبيات لو هو عايز يجارب الادوات دي وقعت في ايد واحد مش خبير فطبعا هيوسيق استخدامها بزبط عشان هي طبعا استخدامها مختلف مختلف عن المشرت يعني احنا كلنا متعودين على المشرت فحضرتك في مخ الواحد متعود على طريقة معينة لا الليزر بيسهل الموضوع فانت بيبقى لازم نوع من الدقة وشوية حنية برته في الشغل اللي هو عشان تجيب الشكل الجميل اللي هو سموذ شكله كويس وطبعا زي ما قلت حيك حكاية السلبية الكبيرة اللي هي بتاعت النظر اللي احنا لازم نلبس النهب دارة يعني مرسل مش هنقول للعيان لا غمض عينيك شوية وخلاص لا ما ينفعش طبعا خالص حاجة زي كده فاحنا لازم نحمي عينيه ونحمي عينينا ونحمي عينيه لازم ناخد احتياطات مناسبة للجهاز يعني كل حاجة طبعا التكنولوجيا دايما بتبقى مفيدة بزبط بس لازم نستخدمها صح بزبط بس التعليمات بتاعته وطبعا اكيد ناخد تدريب عليه علشان نعرف نستخدمه لاستخدام الامسل ونطلع بنتيجة الامسل وهتلاقي انه هو رايحك رايحك كتير اكيد الدكتور شريف فريد طبيب وجراح الفام والاسنان انا بشكو حضركا دكتور يعني دايما بتابعنا باحدث تكنولوجيا تطور التقني الكبير اللي بيحصل في طب الاسنان بصراعة حاجة تدعو للتأمل والفخر انا شخصيا مندهش بيها جدا اطباءنا ما بيكتفوش بالمحدود والمتاح ودايما بيبحثوا عن كل ما هو عالمي وجديد في هذا التخصص طب الاسنان بيمر حاليا بطفرة كبيرة تتطلب مننا توجيه الشكر للقائمين عليها حلقتها خلصت بس افكارنا وموضوعاتنا ما بتخلص نشوفكو دايما على خير